وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا هَا تَدْمِيرًا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَهَا اقتربَ وَاقْتُذَهَا بِهَا بِعَمَلِ أَهْلِهَا السُّوء أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا أَمَرْنَا هُمْ بِالطَّاعَةِ فَتَرَكُوهَا وَعَمِلُوا الْمَعْصِيَهَا فَدَخَلُوا فِي الْفُسُوقُ وَالْفُسُوقُ الْخُرُوجُ عَنِ الطَّرِيقِ وَالْمُرَادُ الْخُرُوجُ عَنْ طَرِيقِ الطَّاعَةِ المُتْرَفُونَ مَنْ أُعْطُوا نِعَمًا لِيَسْتَعْمِلُوهَا فِي الطَّاعَةِ فَاستَعْمَلُوهَا فِي الْمَعْصِيَةِ لَا فِي الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ فحق عليها القول وقع عليها جزاء فعل أهلها فخربت بعد العمار وافتقرت بعد الغنى وضعفت بعد القوة ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين